بدأت اليوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورتهما البحرية المشتركة في البحر الشرقي لتعزيز الجاهزية العسكرية وقالت البحرية الكورية الجنوبية أن المناورات التي تستمر ثلاثة أيام تشارك بها تسعو قطع بحرية وطائرتها دورية في الجانبين ونقلت يونهاب عن الأدميرال كيم إنهو الذي يقود الجانب الكوري الجنوبي خلال المناورات قوله إن هذا التدريب سيكون بمثابة فرصة لتعزيز الموقف الدفاعي المشترك بين البلدين بشكل أكبر